هيأتي واحد يا دكتور ويقول يعني هو احنا عشان الامام الشافع او الام الاربعة فسروا القرآن وتحدثوا عن القرآن الان ما في علماء يستطيعوا تفسير القرآن يوم الايام يوم الايام يوم الايام جلس احد تلاميذة الامام احمد بن حنبل يدرس في المسجد فواح من الجاسين رفع اصبع قالوا تسمح سيدي قالوا نعم قال ايحقوا يسمعوني كويس قالوا ايحقوا لمن حفظ مئة الف حديث ان يفتي قال لا قال في مئتي الف قال لا فثلاثمائة الف حديث قال لا حتى وصل لستمائة الف حديث قال اراه قد يكون يعني ممكن اوقف عن رجليه فقال احد الجاسين وكيف تفتي وانت لا تحفظ طيب انت مش واصل لهون قال انا افتي بمذهب من يحفظ الف الف حديث وهو الامام احمد بن حنبل فانا اليوم لما بفتيك بالمذهب الشافعي انا مركن ظهري على مدرسة الامام الشافعي يجي واحد اليوم يقولك احنا معنا شافع ابو حنيفة ما عنا شافع ابو حنيفة من حيث الشخص ولكن من حيث المدارس موجود اليوم مدرسة الامام الشافعي موجودة مدرسة ابو حنيفة موجودة مالك احمد كله موجود لكن وين اشكاليتنا اشكاليتنا ان بعض الناس لم يعجبه الحكم الشرعي اشان اكون صريح وواضح معه بعض الناس لم يعجبوا الحكم الشرعي فلو اراد ان ينتقد ذات الحكم الشرعي في مئة واحد رد عليه طيب شو نعمل اه ايجي الشيطان قاله طيب اسمع شكك في المصدر شكك في المصدر فهو ما قدر ينقض نفس الحكم الشرعي فبدأ يشكك في مصدر الحكم الشرعي لانه اذا استطاع ان ينقض اساس الحكم الشرعي للمصادر بقدر يوصل للحكم ولذلك هاي الدعوات اللي طالعة اليومين هذول الموضة هاي اللي طالعة البخاري طويل وبخاري قصير ومسند ومسلم وما مسلم ايش هذا لا لا هذا هذا نقض نقض شوف الشرع الاسلامي لا يأبى النقد ولكن الشرع يأبى النقد فبعض الناس اليوم يريد ان ينقض بحجة النقد